الغاز احنا اللي يطمننا واللي يهمنا تصريحات طبعا سيد احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة انه مش هيكون فيه تعارض وانه الاهلي هيشارك بكل نجومه ومنتخب مصر هيشاركه هيشارك بكل نجومه دي الى حد كبير جدا طمنتنا لكن ايه ما صير كاس امم افريقية ده الحقيقة في علم الغيب عندنا يمكن رصدنا بعد التقارير يكلمنا حضراتكم عنها في بداية الاسبوع بتقول انه في اتجاه كبير لتأجيل بطولة كاس امم افريقية وانبارح شفنا ازاعة مونت كارلو بتقول انه الاتجاه الاغلب هيكون برضو الغاء مش تأجيل الغاء كاس الامم الافريقية وفيه ضغوط كبيرة جدا بتمارسها الاندية الاوروبية اتحاد الاندية الاوروبية على وجه التحديد على الاتحاد الافريقي مش بس متعلقة بتوقيت ومشاركة المحترفين لكن متعلقة كمان ببعض الضوابط يعني بكالناس بتتكلم تقولك لا ده حتى الضوابط المرتبطة بالحماية او الوقاية من فيلس كورونا احنا متخوفين منها جدا في دول افريقية وخصوصا انه طبعا مع زياد اعداد الاصابات انتوا عارفين مثلا في انجلترا ماتش منشستر يونايتد وبينفورد تم تأجيله بسبب اصابات كورونا منشستر يونايتد تحديدا افل ملعبه عشان اجراءات الوقاية والحماية من فيلس كورونا قبلها ماتش توتنام اتأجل برضو بسبب اصابة تمانية تقريبا من فرق توتنام من اللاعبين ومن الجهاز الفني والاداري بفيروس كورونا فمعدلات الاصابات دي المانيا السانية دي بتلعب ماتشاتها خالية مدرجات مقفولة ممنوع دخول جماهير خوفا من انتشار كورونا ده ملعب منشستر يونايتد زي ما حالكم شايفينه بعد ما تم اغلاقه عشان مشكلة الكورونا فمع تزايد معدلات الاصابة الناس متخوفة بشكل كبير جدا وخصوصا انه هم عارفين او شايفين انه موضوع الاجراءات الوقائية والاحترازية في بعض الدول الافريقية مش على المستوى يعني لا يرقى لمستويات الدول الاوروبية وبالتالي الناس بتقولك لا احنا مش هنبعث لعبتنا كل ده وفي نفس الناحية ده الكلام ده كله بيصبه في مصلحة انه البطولة يامة بصرف النظر يعني تتأجل او تتلغي معناها انها مش هتتلغي في هناك ده سيناريو السيناريو التاني كل التأكيدات اللي جاية من الكاف ومن المسؤولين في الكاميرون بتقول لا احنا جاهزين وفيرون موسانجو امين عام اتحاد الافريقي الكرة القادم اكد النهاردة انه الجميع هيشتغل على مدار الساعة عشان يضمن انه يكون جاهز للمباراة لافتتحية الكاس الأمم الافريقية فيما عدها 9 يناير موقع الكاف الرسمي قال انه الامين العام عقد عدة اجتماعات مع كل من وزير الرياضة نارسيس موايل كومبي وزير الصحة العامة مانواندا ملاخي وده بتوجيهات من باترس موتيبي الاجتماعات دي كلمت بشكل اساسي على مناقشات مع حكومة الكاميرون البروتوكول الصحي او الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا اللي هيتم تطبيقها خلال البطولة موسين جوامبا قال في تصريحات لموقع الكاف الاجتماعات دي مهمة في الحصول على مستوى من التفاهم فيما يتعلق بحالة الاستعداد في الكاميرون للتحضير للبطولة واستقبال المنتخبات الافريقية وفيه كتير من العمل اللي تم انجازه في الفترة الاخيرة وقال علينا احنا شغالين بنفس الطريقة وبنفس المستوى من الاهتمام عشان نتأكد انه هنكون جاهزين في الوقت المناسب لاستضافة بطولة امم افريقيا خبر غير صار لعشاء كون اجوار وطبعا نجد